كما وصل 342 حاجة وحاجة من 25 دولة إلى مكة المكرمة أمس يمثلون الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والرشاد ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج الاستضافة والذي صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم لموسم حج هذا العام ويزيد عددهم على 6000 حاجة وحاجة من 77 دولة من مختلف قارات العالم